اشتركوا في القناة لو لم يتحقق اروح اسأل هل اللي بعده تحقق ولو لم يتحقق انزل على اللي بعده وهكذا في الحالة دي بستخدم عندي الف else statement وتعالوا نشوف بتتكتب ازاي اول حاجة بكتب الف العادية بتاعتنا وبحط فيها الشرط الاول عادي خالص لو الشرط ده تحقق هينفز اللي جواه واخد بالك الكلام اللي تحتها ده هو مش هيبص فيه خالص طيب لو الشرط الاولين ده لم يتحقق هيروح ينزل على الشرط اللي بعده عن طريق elsef وهحط شرط تاني لو الشرط تحقق برضو هينفز الكود اللي هنا وخلاص كده مش هيختبر الشروط اللي بعد كده ولو الشرط ما تحققش هينزل على الشرط اللي بعده ونفس الموضوع برضو طيب لو كل الشروط اللي فوق دي لم تتحقق وانا عاوز انفز كود في حالة ان كل الشروط falses او غير متحققة هستخدم else فقط بالشكل ده كده وده معناه انه هيختبر كل الشروط دي الاول ولو ما فيش ولا واحد تحقق ال else دي اللي هتتنفز طيب تعالوا نجرب الكلام ده بالكود هعرف متغير انتجر وليكن x وخلي قيمته بخمسة مثلا هقول له if x equal equal 3 يعني هل ال x بتساوي 3 وفي الحالة دي اطبع لي number is 3 مثلا يعني طيب في حالة عدم تحقق الشرط ده هسأل سؤال تاني وقول له else if ال x بتساوي ال 4 يعني لو ال x بتساوي ال 4 اطبع لي in number is 4 وبرضو شرطي تالت لو الشرطين اللي فوق دول ما تحققوش بالشكل ده كده طيب لو شروط دي كلها لم تتحقق هعمل else وقول له اطبع مثلا no condition is true طيب لاحظ ان قيمة ال x بتساوي 5 يعني المفروض الشرطي التالت ده اللي يتحقق ويطبع لي number is 5 طيب طيب تعالوا نجرب طبع هالي فعلا اهو طيب لو خلينا دي اربعة طبع لي number is 4 اللي هو الشرط التاني طيب لو خلينا دي عشرة مثلا فمعناها ان ولا شرط من دول هيتحقق فال else دي اللي هتتنفذ تعالوا نشغل ونجرب هلاقي طبع لي ال print اللي جوه ال else زي ما انت شايف طيب اتمنى يكوني درس جميل ومفهوم وإلى اللقاء اخر ودرس اخر استعدوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة